على ذكر بيرستاوي يمكن كان له حوار مهم جدا مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي تحدث عن كل ظروفه اللي فاتت وقال لما كنت بالعب في جنوب افريقيا لما تجيلك فرصة ان انت هتلعب ضد الاهلي كانت بتبقى بالنسبة لنا في جنوب افريقيا حاجة كبيرة جدا لكن ان توصل المسألة ان انا يجي لي عرض العب في النادي الاهلي المصري فده شيء اعتقد كان بالنسبة لي لحظة تعني الكثير وانا مش مسدق ان انا هنا في الاهلي اللي انا سمعت عنه كتير وانا في جنوب افريقيا سؤل على المركز اللي بتلعب في ايه قالك انا في الاصل رأس حربة وبلعب المهاجم التاني لكن في بعض الاحيان بقدر الالعب في الوينج رايت والوينج ليفت في الناحيتين بقدر اقديهم بشكل كويس اقرب الى محمد شريف كده اه طموحاته ايه قالك طموحاته مع الاهلي الفوس في كل مباراة لانه ده النادي اللي بيصنع التاريخ لاي لعب وانتمنى ان انا اكون جزء من هذا التاريخ في اقرب فترة ممكنة قال لما روحت اوروبا كان سنة 24 سنة كانت فرصة كويسة لي ان انا اتطور على المستوى الشخصي وعلى المستوى الرياضي حسيت ان انا استفدت كتير جدا من التجربة الاوروبية وحسيت ان هي اضفتلي كتير كلاعب قال اللعب في صفوف الاهلي دي مسألة كبيرة جدا تمت الاتصالات بشكل جيد كل شيء صار على ما يرام سريعا خاصة انه مستر بيتسو مسماني يعرفني جيدا ليه تفضل الاهلي عن العروض الكتيرة اللي تلقاها قال برسي تاوب بكل تأكيد كان فيه تفكير في بعض العروض اللي وصلتني قبل ما قرر الانضمام للاهلي فكرت في كل الاختيارات اللي كانت معروضة علي وقتها لكن اخترت الاهلي في النهاية لانه اولا فريق بيسعى دايما للفوز وبتضمن من خلاله تحقيق مجد الشخص ليك وبطولات ثم هيكون افضل فرصة ان انا اقدر العب مرشات كتيرة واستعد للمشاركة في كأس العالم للاندية والصبر الافريقي وده شايف انه فرصة للعرض عالميا بشكل احسن عن قيمة الاهلي زي ما يراها برسي تاوب قال فيه اشياء كتيرة لعبة دورف انضمامة للاهلي قيمة النادي وجود بيتسو مسماني على رأس الادارة الفنية بالضافة لوجود عناصر في الجهاز الفني من جنوب افريقيا الجهاز المعاون مش هيحسب غربة ومش هيضيع وقت انه يسبب وجوده فقال ان احنا هنسعى مع بعض ان شاء الله نحقى حاجة كويسة جدا ونسعد هذه الجماهير وان انا سعيد جدا انه تكون عندي فرصة للمشاركة قريبا في كأس العالم للاندية وقال اللعبة مع الاهلي في بطولة بهذا الحج من اهم اسباب وجودي هنا عنده ذكريات كتيرة مع مصر والنادي الاهلي قال بالنسبة اول زيارة ليا للقاهرة كانت في بداياتي مع كرة القدم اعتقد انها كانت اول مباراة ليا بعد عودتي لسانداونز بعد الاعارة كان وقت رائع جدا بالنسبة لي وقال ان انا بتذكر عدد كبير من اللاعبين المصرين اللي وجهتهم لما لعبت جنوب افريقيا مع مصر في كاس الامم ما عرفش اسماء كتيرة لكن اتذكر حارس المرمى الشناوي لانه صد تسددات رائعة مني وقال الاهلي نادي معروف جدا في افريقيا الذكرى الاقرب لي مع الاهلي هي الفوز الذي حققه على ارلاندو بيرتس في نهاي 2013 الاهلي سجل هدف من ضربة جزاء لابوتريكا وقال عموما انا بحاول دايما متابعة دوري ابطال افريقيا وشاف ان هي بطولة كبيرة جدا مثل الاعلى في مسيرته قال لما كنت صغير كانوا الاشخاص المحيطين بيا زي اخواتي لكن كنت اريد دايما ان اكون مساهم كل اقرانه في جنوب افريقيا كانوا بيدولوا الدافع الكبير عن جمهور الاهلي وجه لهم رسالة بيرستاو وقال اتمنى ان التقي جماهير الاهلي لان انا سعيد جدا ان اصبحت جزء منهم ولو بيرت وحنة وبقدر وجوده ونفسنا كمان نشوف الجمهور ده كلام بيرستاو الحقيقة بيعكس قيمة النادي الاهلي اللي الكل يعرفها لكن كمان ان احنا يبقى فيه لعب بيلعب في الدور الانجليزي ولما يجي له عرض من النادي الاهلي يفضل انه هيجي هو قال اسباب كتيرة خلتني اجي وجود بيت سمو سماني بطولات الاهلي وقيمته ثم الرغبة في ان انا اصنع مجد شوف انا متأكد كده وانا لو مثلا مدير اعماله العنصر الحاكم في هذا الامر السوبر الافريقي واللعب في كأس العالم الانديه لانه ده بالضبط كده ما اي لعب يقولك حلمي الانديه الاورمبيه اي فلما فيه نادي يكون مثلا في اي دوري بخلاف اسبانيا وانجلترا والمانيا وفرنسا والطاليا بس عندك فرصة تلعب في نادي حيلعب في بطولة اوروبا بيبقى حافز قوي جدا فالنهار ده طبعا كمان مؤكد وجود مسلماني و 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 ده الجنوب افريقيين هم عارفينه كويس فهم يعني مش هياخد وقت كتير عشان يكسب ثقاتهم بس مطلوب منه بقى انه يرمى بياضه يعني طيب ده برستاو وشوفنا كل الصفقات الحياة كل كلامهم عندهم قدر كبير من الطموح والتطلع وباذن الله ظروف الفرق السنة دي تساعدهم ان هم يعملوا افضل النتائج